صدق النية ثم تجديدها صدق النية ثم إيه؟ كيف أجدد النية؟ ليه ربنا عمل ليا صلوات بين كل بضع ساعات وساعات يعني الساعة 5 تعالى المسجد صباحا و الساعة 12 تعالى المسجد و الساعة الثالثة تعالى المسجد و الساعة الثالثة تعالى المسجد و الساعة الثامنة دماذا؟ لعشان أجد فرصة لنفسي أن أقف بعد كل صلاة أعمل إيه؟ además أن أعملت إيه من الظغر إلى الصبح اغتبت فلان لان الناس ناسي اول باول اول باول ان شاء الله اتصل بي الان واستسمح من الاول طيب عملت ايه كمان براود نفسي ان انا اخذ ورقة او شيء من العمل لا يحقنها استغفر اخذتها اعيدها بعد ان اجي العصر اعشوا ايه اللي انا عملته من الظهر المغرب اجي بعد العشاء اجمع اليوم كله هو انا ظلمت زوجتي وانا ما ظلمتها انا فضلت ولد على ولد طب فيه جار يترى نايم غضبان من نهرته وعليت صوتي عليه طب يترى الموظف اللي عندي اللي انا عملت وحكذا انام وليس علي ايه جريرة لأحد وانا فضين لهذا الكلام يا شيخ ده لازم نكون فضين كده وانا فضين لأيه وانا فضين نحجم على اعضاء الناس ما هذا العمل يبني ما خمس دقائق هذا فضين الناس في عمل الناس في شغل لا الناس في فوضى لا الناس يا ابني نحن لسنا في غابة نحن نريد ان نتيقق لأمر اخرتنا ايه فايدة برنامجي لعد الحق نترق اصدقني اجددها كل ثلاثة واربع ساعات تقف لانسمع نفسي لابد لابد هل فيما شقة على الناس يا ابني لو ان نهرا يجري بباب احدكم يغتسل فيه خمس مرات في اليوم هل يبقي ذلك من درنه شيئا قالوا لا قال هكذا السلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما يمحو الماء الدرم يبدا نسقل تجديد الليه انت تجدد الليه تمحوا اول باول تجدوا الصفحة بيضاء صفحة بيضاء ويبكي ويبكي حتى رأى احدهم ان يعني من يقول له في الرؤية فأولئك الذين يبدلوا الله سيئاتهم حسنات يا الله هم درجاتهم عند الله بس احنا نقتفي لان لابد حاسبوا انفسكم قبل ان ايه انتوا حاسبوا وزنوا اماركم قبل ان خلاص حتى الملكة لما يجي حاسبوا العبد اللي هيجدد ناكل وقد كفانا ما اونته وحاسب نفسه قبل ان نحاسب خلاص جاي موزون عمله جاهز نحاول 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 لابد من نحاول يبدا الصدق مع الله سبحانه وتعالى وتجديد النية صدق النية مع تجديدها لازم كن شوية اجدد نعم كل يوم اروح العمل كل يوم اصبح العمل ايه عادة صحيح طب لا اسأل نفسي انا ليه ذهب للعمل لابد حتى الراتب حتى اصل على الراتب قوي جميل اعيش بي عيشة هنية وبعدين وبعدين استمتع بالحياة لا 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 اجدد العمل انني اعين على حركة دولة بالحياة حركة الحياة حركة سير الحياة ان انا مكلف كمسلم ان اعين الحياة على ان تسير من هذا المنطق هناك من المسلمين من هو ابسط من هذا ياخذ الحياة ببساطة شديدة ما هي بها بسيطة هي بسيطة نحن الذين عقدناها نحن وجدنا في الحياة يعني لنعيشها لا لنفهمها مش ضرورة نفهم انا افهم شي واحد بس انا موجود في الحياة عشان ازرح فيها خير لاجني خير واعمر الحياة بمرضات الله عز وجل فاذا الجاءت الظروف احد المسلمين ان يحيد عن هذا الطريق المستقيم فليعد ويجدد النيا ويستغفر مرة اخرى ويجدد ويبدأ صفحة جديدة واذا الجاءته مرة اخرى مئة مرة ما اذنب من استغفر من الذنب ولو عاد اليه مئة مرة وهذا على الكثرة طبعا سبحان الله طبعا ليس هناك حد لا 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 استغفر شوف يا ابن آدم لو جئتني بقراب الارض ذنوبا ذنوبا يا الله ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بشيئة لجئتك بقرابها مغفرة الله لكن الصالح قال ايه سجد وقال يا رب انا انا وانت انت انا العواد الى الذنوب وانت العواد الى المغفرة فعاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك لا الى الله سبحان الله يا رب هكذا كان يدعو العباد لك غيري كثير لكن لا رب لي سواك فاغف Мнеو وارحمني سبحان الله العباد لك كثير الان غير انا فيه ستة مليار لك يا عبد kolay انا ما ليش الى انت ليس لي الى انت فيتملك الله يتودد يتودد الى الله بهذا المنطق ينيخ راحلته بهذا المنطق على ماب الله عز وجل